موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة المصر اليوم التي عنوانت اكتشاف مستوطنة بشرية منذ العصر الحجري الحديث بالصين اعلن المعهد الاقليمي لعلوم الاثار الصينية اكتشاف تسع عشرة مقبرة من العصر الحجري الحديث علاوة على اكثر من اربعمائة اثر ثقافي في مقاطعة هيلونج يانج بشمال شرق الصين وقال احد المسؤولين بالمعهد ان معظم القطع الاثرية تتكون من الخزف الحجري والفخار وتعود الى ما قبل تسعة الاف عام مضيفا ان بناء هذه المقابر قد يكون صعبا في ضوء قدرة البناء خلال تلك الفترة صحيفة الايام البحرينية عنوانت 350 طالبا لحمل ذيل فستان عروس اخرج نحو 350 طفلا من صفوفهم في مدرسة عامة في سريلانكا لحمل ذيل فستان عروس يمتد على ثلاثة كيلومترات ففتحت اجهزة حماية الطفولة تحقيقا في حقهما واحتفل الزوجان بقرانهما من خلال السير في شارع رئيسي في منطقة كاندي في وسط البلاد على ما ذكرت صحف محلية الى صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنوانت الصين تستعين بالذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالجرائم قبل حدوثها كشفت السلطات الامنية في الصين عن خطط الدولة لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتنبؤ بالجرائم والاحدث الارهابية قبل وقوعها وقالت السلطات ان الحكومة ستبدأ في استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم التعلم الالي واستخراج البيانات ونمذجة الكمبيوتر لتنبؤ بحدوث الجرائم والاضطراب الى صحيفة البيان الاماراتية التي عنوانت سوار الالكتروني يشخص الامراض بتحليل العرق طور علماء امريكيون سوارا الالكترونيا بمقدوره تحسين عمليات تشخيص الامراض ومعالجتها خصوصا مرضى التليف الكيسي والسكري وذلك بتحليل العرق وزود السوار الجديد بمجسات عالية الدقة يمكنها تحليل اقل اثار العرق اي الكميات الضئيلة منه كما لا تتطلب من المرضى الجلوس لفترة طويلة بهدف جمع عينته منهم ومع صحيفة الغد الاردنية التي عنوانت هاتف روسي جديد يهدد ابل وسامسونج كشفت شركة انفو واتش الروسية عن هاتف ذكي يحمي مكالمة المستخدمين من اي محاولة اختراق او تنصت وقالت الشركة ان هاتف تايغافون الجديد يتيح للمستخدم امكانية تتبع مكان الهاتف في حال تعرضه للسرقة ويبلغ ثمن الهاتف الجديد نحو 260 دولار فقط